أما عن كرة اليد فالأسباني أخوان كالوس باستور وقع بشكل رسمي عقود تدريبه لمنتخب مصر كرة اليد خلفاً لمواطنه براندو في منصب المدير الفني للمنتخب العقدة هيكون لمدة عام بداية من أول يوليو من العام الجاري حتى نهاية أغسطس من العام المقبل باستور هيحضر إلى الكاهرة يوم 23 إبريل القادم وده هيكون بالتزامن مع موعد الإسبوع الدولي للمنتخب الوطني ويحضر تدريب المنتخب وهيتم تقديمه لوسائل الإعلام عبر مؤتمر صحفي كبير هيتم الإعلان عنه في موعده